بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم المنادى بتطبيق الشريعة الإسلامية كلمة حق يراد بها باطل من قبل التيارات الإرهابية المتطرفة والتي تحاول أن تدغدغ مشاعر البسطاء لكي ينضم إليهم ويسير في طريقهم إلى العنف والتطرف والتشدد أهلا بكم معنا مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من حوار المفتي مع فضيلة دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أهلا بفضلتك أهلا وسهلا هنا تطبيق الشريعة الإسلامية كلمة حق يراد بها باطل من قبل تيارات متطرفة ومتشددة تدعو للإرهاب وتحاول في هذه الكلمة تطبيق الشريعة أن تدغدغ مشاعر البسطاء لكي يسيروا في ركابهم كيف ترى هذه النقطة فضلتك وأيضا كيف يمكن أن نتحدث إلى هؤلاء البسطاء بهذا المفهوم الذي يأتينا من قبل هذه الجامعات المتطرفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فهذه القضية من القضايا المهمة التي ينبغي أن نقف على حدودها وعلى تفاصيلها وعلى تاريخها في الحقيقة لأن هذه المجموعات الإرهابية القديمة والحريثة استغلت كما سيدتك تفضلت الجانب العاطفي عند الإنسان المسلم وتنادي بأنه لا بد من العودة إلى الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة وتعلم في الحقيقة هذه المجموعات بأن هذه الكلمة عندما يسمعها الإنسان المسلم في الحقيقة يتجاوب كثيرا لأن هذا دينه وبناء على ذلك نحن نريد نحن كمسلمين جميعا أن يضبط هذا الدين القويم أن يضبط حركة حياتنا في الواقع بمعنى أنه لا يأتي قول ولا فعل ولا حركة إلا وكانت موافقة بطبيعة الحال لهذا الدين القويم فعندما تلقى هذه الكلمة هكذا فتقرأ على أن الشريعة أولا غائبة ونحن نريد أن نعود مرة ثانية إلى الشريعة لكن هذه الكلمة تحكيم الشرع الشريف وتحكيم ما أنزل الله سبحانه وتعالى كان لها تاريخ في الحقيقة في تاريخ الخوارج في بداية العهد في بداية الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبط الحال بفترة معينة في عهد سيدنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورفعوا المصاحف وقالوا لا حكم إلا لله فقال سيدنا علي هذه المقولة الرائعة الباقية وهي كلمة حق يراد بها باطل فبالفعل عندما تنظر إلى التاريخ ستجد بأن كل الحركات الإرهابية التي تريد في الحقيقة زعزعت المستقر وتريد أن يعني تقصي وتحدث انفصام في داخل المجتمعات تحدث شرخا في داخل المجتمعات في الحقيقة تراها أنها تستخدم هذه المقولة فاستخدمها الخوارج قديما وأرادوا بهذه الكلمة شق صف المسلمين نلحظ أيضا في المجموعات الإرهابية بداية من القرن العشرين إلى تاريخنا اليوم ونحن نلحظ بين الحين والآخر أن هذه الكلمة تأتي ثم تخفط بعض الشيء ثم تأتي مرة ثانية والقصد منها بإجراءات كثيرة سنفصلها بإجراءات معينة تريد في الحقيقة أن تشق الصف المسلم والصف المصري على وجه الخصوص وكأنها تقول بأن ما نحن عليه في الحقيقة ليس مطابقا للشريعة وهو مخالف للشريعة خاصة في المجال القانوني كما سنقول لا